بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين من الكويت والخليج والمنطقة العربية بدأت في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أعمال مؤتمر كليات إدارة الأعمال لبحث واقع ومستقبل التعليم العالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي برعاية سمو ولي العهد الشيخ نوف الأحمد عقد مؤتمر كليات إدارة الأعمال الخليجية لبحث واقع ومستقبل التعليم العالي في منطقة الخليج وكان مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري قد افتتح المؤتمر نيابة عن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مستهل فعاليات المؤتمر الثاني لكليات إدارة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان عوامل التغيير وذلك إيمانا من كليات إدارة الأعمال بالدور المنوط بها في ظل الظروف التي تواجهت دول مجلس التعاون وما يمكن أن تقدمهم دراسات ومقترحات لمواجهة التحديات وتطور أدواتها ومخرجاتها لمؤكد التطورات والمستجدات على مستوى العالم ويسعدني أيضا أن يلتقي في فعالة هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين والباحثين والخبراء لتبادل الأراء والدراسات حول مستقبل التعليم العالي في دول مجلس التعاون وتجارب الاعتماد الأكاديمي في بعض دول خليجية ونقش المؤتمر الذي يستمر يومين في جلسته اليوم مستقبل التعليم العالي في دول مجلس التعاون وتطرق المحاضرون لقطاع التعليم الخليجي والتحديات التي يواجهها وكيفية التقلب عليها إضافة إلى دور كليات إدارة الأعمال في تعزيز التنمية الشاملة مؤكدين أن قطاع التعليم من أكثر قطاعات مساهمة في مواجهة مختلف التحديات والنهوض بالتنمية ومن خلال ربطها بالثورة المعرفية الراهنة والتركيز أكثر على متابعة التحولات في مفهوم التعليم ومخرجاته وتناول المؤتمر مسألة الارتقاء بالقدرات الطلابية ومستوى كفاءة الخريجين وضرورة تعزيز مهارة التفكير الإبداعي وتنميتها لدى الطلبة والاستفادة منها بعد تخرجهم ودخولهم للحياة العملية كما تطرق عدد آخر من المحاضرين لتقديم مقترحات لتنمية أداء الطلبة وتحسين جد التعليم وسبل بناء وتنمية رواد الأعمال بالجامعة العربية كما تطرق عدد آخر من المحاضرين لتقديم مقترحات لتنمية أداء الطلبة وتحسين جد التعليم وسبل بناء وتنمية رواد الأعمال بالجامعات العربية والبحث عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اهتمام الطلبة وحثهم على تبادل الأراء والخبرات وتعزيز التعليم الإلكتروني كاستراتيجية لتبادل المهارات وتحسين نظم التعليم بالجامعات والتقريب بين وجهات نظر الطلبة والأساذة من خلال إشراكهم في سياغة وبناء مناهج التدريس